تقول سماحة الشيء رجل تزول الثانية لكن الزوجة الأولى أقرأت تسب وتنعن وتدعو عليه وعلى من توصف في الزواج أو حضر أو رضي بهذا الزواج من الأقرباء أو غيره فكيف يتعامل معها إذا استمرت على هذا الحال إما أن يصبر عليها حتى أنها تعتدل وتصلح وإما أن يطلقها إذا كان ما يصبر عليها يطلقها يستريح منها